السلام عليكم والله وسهلا بكم فيديو جديد لو انت معك جهاز ايفون وشغال معك كده جهاز الايفون لكن عليه ابل اي دي والابل اي دوت انت ما تعرفش كلمة السر بتاعته لو جيت عملت تسجيل خروج زي كده هيطلب منك كلمة السر في فيديو النهاردة اوضح لك طريقة تقدر لانت تحل بيها المشكلة نسيان كلمة السر للابل اي دي وتعمل تسجيل خروج منها ابل اي دي وتقدر لانت تحمل اي تطبيق منها على الابل ستور قبل من انقضل الفيديو عنان صلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ولو حبيت ان انت تنزل تطبيق او تحمل تطبيق عندك على جهاز الايفون من على ابل ستور هيطلب منك ادخال كلمة السر للأبل اي دي في الحالة دي ات مش هتقدر زي ما انتم رأيereنا في الحالة دي ات مش هترج brook تنزل تطبيقات على ابل ستور الا ما تدخل كلمة السر بتاعت ابل اي دي اللي موجودة عندك على جهازك كي نحل المشكلة عن برنامج مستحل برنامج من خلال توفق التحلي من 1.10 ويصدر لك حصف خالص على جهازك على泡 rappelle لأول إدqiان yrain وذين انت تحت أول إش посмотр في غدر موجوده لأول إد馨 تقومه أول داثق حصف خالص على هذا جهاز هذا الさ و هناك ادار ذ lurk وتيك dalam إخو effectively لت 一 sensation ضع في nit abnorm هذا مبots البرنامج تfestيع يحل لك المشكلة قد يساعدك أيضاً في حل مشاكل تانية على جهازك الايفون برنامج اسمه باس فاب اكتيفاشن ان لوكر هسيبلكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف كل اللي عليك دلوقتي هتضغط على الرابط دوت هيحولك على الصفحة الرسمية للبرنامج زي ما انتم شايفين كده اول ما هتدخل كده على الصفحة الرسمية للبرنامج هتظهر معك بالشكل دوت هنا البرنامج زي ما قلتلكم كمان بيدعم خاصية فتح افل الشاشة لو انت مسلا جهازك الايفون دوت عملتله رمز شاشة ونسيت الرمز دوت بيقدر البرنامج كمان يحللك المشكلة دية هتحمل البرنامج عندك عندك التجربة المجانية وعندك الاشتراك المدفوع هنحمل البرنامج ونثبته عندنا على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت البرنامج بيدعم اللغة العربية وكمان فيه مميزات كتيرة زي ما قلتلكم بيدعم فتح افل وعندك فتح معرف الابل ايدي. في شرح النهاردة هنستخدم فتح معرف ايدي هنضغط كده على فتح معرف الابل ايدي. هنا بيقول لك وصل جهازك لايفون بالكمبيوتر. حنوصل جهاز العيفون بالكمبيوتر? بعد ما وصلنا جهاز الايفون بالكمبيوتر ايظهر معك الصفحة ديات الصفحة ديات تفيها تحذير. التحذير دوت بيعرفك لو انت هتزيل الابل ايدي من على جهازك الايفون هيمصح لك جميع البيانات الموجودة عندك على الايفون. فلازم تكون اخذ نسخة احتياطية من جهاز الايفون دوت او من البيانات الموجودة على جهاز الايفون عندك على الكمبيوتر او مسلا على الاي قلود تكون اخذ نسخة احتياطية للبيانات كلها عشان ما تخسرش حاجة من البيانات الموجودة عندك على جهاز الايفون. بعد ما هتتأكد ان انت اخذ نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهاز الايفون هتدوس على ابدأ في الازالة. بعد ما هندوس على ابدأ في الازالة بيجيب لك الصفحة ديت. الصفحة تقول لك لو أنت مثلا عندك رمز على جهازك الايفون دوت او رمز الدخول لجهاز الايفون هتعمل له ازالة وحتعمل ايقاف لرمز الدخول من على جهازك الايفون بعد ما تعمل ايقاف لرمز الدخول على جهازك الايفون هتدوس على تم اعداده بالفعل بعد ما دوسنا على تم بالفعل هنا بيطلب منك امر اللي انت تنفذه على جهاز الايفون بتاعك اللي انت تعمل تمكين للمصادقة السنائية هنروح كده على جهاز الايفون هندخل كده على الاعدادات بعد ما هتدخل على الاعدادات هتدخلها على الاب Autid هنا وبعد ذلك سوف تأخذ كلمة السر والأمان وبعد ذلك تجب ذلك الآمانź هنا فيهاikat المساضكة مثل العاملات ستتمكنق على ثραία وتتأكد النية مكتوبة عليهاей عندما تتأكد عليه tend blackout niet ستتتمكنق على ثلاثها iถ Siberia بعد ذلك تتأكد انه كانت مكتوبة تشغيلها سوف تراجع مكتوب ثانيا على البرنامج بعد lynضيها بعد ذلك سأظهري لك الجهات 96 b sacs تتمكنق على تحذير قليل التحذير أيضا قد إجتماع تكون تجري أن تأكد لمبهما تقفkan أفل الشاشة جهازك وقامت لاستطاع المصادقة الصونائية لابد أن تُمّل هي مفاعقة للمصادقة الصونائية وقامت الليمداء. حتى تقتل على خطوط ألبيها ويجب أن تأكد impressed إذا تغراج للخطوطين سواء منك من الجهاز الايفون حتى تقوم بق 합니다 بعد أن اضعت أن تقوم بق cannons اللي انت مكنت المصادقة الصناقية وقفلت افل الشاشة بتاع جهازك الايفون بعد ما تتأكد حدوث على تأكيد بعد ما حدوث على تأكيد هنا بيجيبلك الصفحة دية الصفحة دية من خلالها هتحمل آخر نسخة للآيو اس على جهازك الكمبيوتر هنا بيجيبلك نوع التليفون بتاعك والإصدار اللي موجود أحدث إصدار في الآيو اس اللي هو 15.3.1 وهنا بتحدد المكان اللي انت هتحفظ فيه نسخة الآيو اس حدوث على تصفح كده وبعد كده هتختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه النسخة دية انا مثلا هختار اللي انا احفظ فيه على الديسك توب وعدوث اكيد وبعد كده هدوث على تحميل بعد ما هدوث على تحميل سيبدأ كده البرنامج في حملك نسخة Logo آخر إصدار على جهازك الكمبيوتر هتسيب العملية دية تتم الأخير لحد ما يحملك نسخة Logo على جهازك الكمبيوتر بعد ما يحملك معاك كده نسخة Logo سيبدأ هنا في إزالة مقارد في الابل ايد ستسيب البرنامج يقوم بعملية إزالة الابل اي دي من على جهازك الايفون وهو متوصل كده بالكمبيوتر لا تشيلش خالص جهاز الايفون دوت من الكمبيوتر عشان تتم معاك العملية ديت بنجاح وبكده يكون البرنامج انتهى من عملية إزالة الابل اي دي من على جهازك الايفون وهنا بيزرلك تعليمات اللي انت هتنفزها على جهاز الايفون هنا بيقولك لما تظهلك الصفحة دي بتاعة الاي كلاود اللي انت تدخل الابل اي دي او الاي كلاود بتاعك على جهاز الايفون لتنشيط الجهاز الايفون هتضغط تحت على فتح الكفل باستخدام رمز الدخول ولما هتدوس على فتح الكفل باستخدام رمز الدخول هنا هتدخل الرمز الدخول اللي انت كنت مدخله على جهازك الايفون ويبدأ يفتح معاك جهاز الايفون لو رحنا كده على جهاز الايفون زي ما انتو شايفين كده جهاز الايفون بدأ في اعداداته الاولية إنه يفتح معاك من اوله جديد هتختار اللغة و هتختار البلد و بعد كده هتدوس على الاعدادات اليدوية و هتبدأ توصل كده جهاز الايفون بالواي فاي أو مثلا لو انت حاطت شريحة يبقى هتعمل اتصال بالبيانات زي ما انتو شايفين كده هتجيلك الصفحة دي اللي هي بتاعة الابل اي دي او الاي كلاود بعد كده هتدوس على فتح الافل باستخدام الرمز بعد كده هتدوس على استخدام رمز دخول الجهاز هتبدأ تجيبلك الصفحة دي هتكتب الرمز اللي انت كنت تكتبه على جهازك الايفون اللي هو رمز الشاشة او رمز دخول الايفون هتكتبه هنا ويبدأ كده جهازك الايفون ان هو يشتغل معك كده بعد ما كتبنا الرمز على جهاز الايفون دوت سيبدأ انه يفتح معك بدون ما يطلب منك الابل اي دي او الاي كلاود كما أنتم رأيون فتح الجهاز أولا ستعمل متابعة وتعمل بقى إعدادات الجهاز هنا لو أنت حابب تدخل Apple ID جديد لو أنت مثلا عايز تعمل إنشاء للـ Apple ID جديد أو أنت عندك Apple ID بتاعك أنت عايز تدخله على جهاز هذا الـ iPhone هتدخل لنا لـ Apple ID وتبدأ تكتب البصورد بتاعه بعد كده هتتكمل إعدادات الجهاز لو أنت مش حابب تدخل Apple ID خلص على جهاز ال�ـ iPhone دلوقتي هتدوس على نسية كلمة السر بعد كده هتدوس على الإعدادات لحكم بعد الاستخدام نبس على استخدام بعد واستخدام اعدادات الجهاز حلما ادست على بد ايبدا اسوار الكثير منجم الجهاز ايشتغل معك ويقوم بطلقة اي عام البدل اتمام ا Snap了 apply options ولكن اتطبيق لنا مع اي اتطبيق لديك موجود فتقد امام التطبيقات ويتختار التطبيق الذي تريد rapid وادس لijo tude هطلب منك الابل ID والباستوار هنا ساعتها انوتي اج 때문에 حلما انشأت الابل اي دي جديد تعالف بالمجتمعá التطبيقات اللي انت عايس تحملها من داخل ابل ستور ولو روحنا كده على الاعدادات هنلاقي ان اهوة الابل اي دي عمل خروج تسجيل خروج من الابل اي دي وزي ما قلتلكم حديف بقى الابل اي دي بتاعك الجديد جهاز دوت الايفون على اصدار 15.3 معنى كده ان البرنامج دوت بيدعم جميع اصدارات الاي او اس يعني اهو دوت 15.3.1 احدث اصدار من الاي او اس جهزك انت على اي اصدار من الاي او اس هيقبل معاك في البرنامج دوت برنامج سهل جدا وبسيط زي ما انتو شفته ما خادش معانا دقايق وحللنا بمشكلة نسيان كلمة السر بتاعات الابل اي دي هسيبلكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف لو حاببت تحمل البرنامج هتخش على الموقع الرسمي زي ما قلتلكم وهتبدأ ان انت هتحمل البرنامج دوت عندك على جهاز الكمبيوتر لو عجبك الفيديو واستفدت منه يا ريت تتعامنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي